بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلابا وطالبات مجددا في شروحات مقرر السكرتاريا والإدارة المكتبية اليوم بإذن الله نستكمل وإياكم الكتابة الإدارية وبإذن الله سنلخص ما تناولناه في الدرس السابق بعد ذلك نستكمل حديثنا في درس اليوم ذكرنا في الدرس الخامس المهام الكتابية بدأنا بالكتابة الإدارية ذكرنا مفهوم الكتابة الإدارية بعد ذلك وهميتها بعد ذلك تحدثنا عن متطلبات كتابة الرسالة الإدارية أو الخطاب الإداري ذكرنا أيضا الجوانب الشكلية مفهوم الكتابة ذكرنا جميع الخطابات والتواصل ما بين الموظفين في داخل المنظمة أو ما بين المنظمة أو موظف في منظمة مع جهات أخرى خارج المنظمة قد تكون حكومية قد تكون خاصة قد تكون عملة وبالتالي كل ما يتم التواصل فيما بينهم يعتبر من الكتابات الإدارية سواء كانت عبر الوسائل التقنية كالبريد الإلكتروني أو الرسائل أو عبر المناولة وذكرنا أيضا أهميتها هي حفظ للحقوق وأيضا إثبات للعمل وبالتالي يكون جميع الأطراف لديهم تصور عن العمل ولا يكون عمل عشوائي دون وجود خطابات أو بيانات بعد ذلك تحدثنا عن متطلبات كتابة الرسالة الإدارية ذكرنا المتطلبات لا بد من وجود البيئة التي تساعد السكرتير أو الموظف الإداري على قراءة الخطاب بشكل صحيح كذلك كتابته وبالتالي البيئة لا بد أن تكون محفزة من إضاءة من تهوية من تشويش أو من عوامل خارجية لا بد أن تكون مهيئة وكذلك ذكرنا لا بد أن يكون متمكن معرفة الكتابة من لغة الكتابة من تفاصيل أيضا الكتابة وذكرنا عدة نقاط ومطلبات أخيرا ذكرنا الجوانب الشكلية ذكرنا كل منظمة لديها جوانب شكلية ولكن بشكل عام لا بد أن نراعي عدة نقاط ما يتعلق في نوع الورق ما يتعلق في الهوامش كيف نضع الهوامش وبالمناسبة ذكرنا أيضا كل منظمة لديها دليل فيما يتعلق في المراسلات والخطابات فمثلا وزارة التعليم لديها أنظمة لموظفيها والمعلمين وكذلك أولياء الأمور إذا أرادوا التواصل معها هناك تعليمات فيما يتعلق في كتابة الخطاب أو كتابة التقرير وبالتالي حينما يأتي السكرتير لأن يكتب لا بد أن يتبع هذه الخطوات من وضع الترويسة كيف توضع الشعار أين يوضع الموضوع أين يوضع كذلك ترك الهوامش من جهة اليمين أو من جهة اليسار من فوق ومن تحت في الورق إذن كل شيء منظم في عمل السكرتير ولا يتم بشكل عشوي بعد ذلك تحدثنا عن أنواع الكتابة لدينا الخطاب الإداري الخطاب الذي يصدر هو اعتبر من كتابة الإدارية التعاميم التي تصدر الترقيات التي تصدر كقرار إداري مثلا قرار يصدر من مسؤول إذن هو كتاب إداري لا بد أن يكون قرار صحيح من حيث الشكل صحيح من حيث اللغة صحيح من حيث القوانين ذكرنا ذلك وبعد ذلك سنتحدث في درس اليوم عن التقرير الإداري وهو النوع الثالث وسنتناه بإذن الله ما يتعلق في الخطاب ذكرنا أن الخطاب يتكون من عدة نقاط الجهة المصدر إلى الخطاب الموضوع الجهة المرسل إليها تحية الافتتاح متن الخطاب أو جسم الرسالة وهذا يتعلق في التقارير تحية الختام اللقب الوظيفي وتوقيع المسؤول وقد يكون أيضا تاريخ الرسال وذكرنا عدة المكونات إذن لا يمكن أن نتخيل خطاب إداري دون هذه المكونات وإلا سيكون هناك خلل في الخطاب الإداري اليوم نستكمل الحديث بإذن الله سنتناول النوع الثالث وهو كتابة التقارير أو خصائص كتابة التقارير والكتابة الإدارية بشكل عام إذن لدينا القرار الإداري بعد ذلك سنتحدث بإذن الله عن التقارير القرار الإداري لو ننظرنا إلى قرار إداري هو رسالة كتابية تصدر من صاحب صلاحية إذن من الذي يصدر قرارات؟ هو شخص لديه صلاحية في صدار القرار إذن رسالة كتابية تصدر من صاحب صلاحية مدير، رئيس، مسؤول، وزير إذن هذا الصاحب الصلاحية لديه صلاحية من حيث الأنظمة الأنظمة مثلا مدير المدرسة لديه صلاحية لكتابة قرارات تتعلق في المدرسة كذلك مدير التعليم حول إدارة التعليم الوزير في وزارته وهكذا والمدير في الشركة أو مجلس الإدارة في شركة يصدر قرارات مثلا قد يكون الهدف في المصرح العام وبالتالي يصدر قرار ليكون مرتكز النظامي لموارسة صلاحيات محددة بالنظام فمثلا حينما تقرر إدارة التعليم الدوام الصيفي الشتوي للطلاب هو يصدر بقرار إداري وليس أمر شفهي إذن يصدر بقرار إداري لو نظرنا إلى هذه الصورة التي تظهر نلاحظ في الصورة الهوامش كما ذكرنا أيضا كتابة الجهة في أعلى الصفحة الشعار أين وضع كل شيء مرتب الشعار في وسط الصفحة أيضا بترك هامش واحد ونصف سنتيمتر نلاحظ هذا العنوان بخط غامق قرار إداري أو قرار وزاري بعدين إن وزير أو إن مدير مثلا إدارة التعليم وبناء على الصلاحيات الممنوحة له مثلا تقرر أن يكون دوام الشتوي من الساعة الفلانية إلى الساعة من تاريخ محدد وزمن محدد إذن نلاحظ هذا هو القرار بعد ذلك بناء على متأخذ المصلحة وبعدها للطلاع قد يرفق مرفقات يقرر ما يلي قد يكون مختلف ليس نحن نضرب بمثال دوام الشتوي كمثال ولكن قرارات وظيفية في الشركات قرارات اتفاقيات وغيرها بعد ذلك يتم التوقيع كما ذكرنا في المسؤول وهذا هو شكل القرار لا يمكن أن نتخيل أن يصدر قرار من وزارة من مسؤول ولا يكون متفق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة وأيضا ما يتعلق في الأخطاء الإملائية أو اللغوية لذلك دائما وأبدا السكرتير لا بد أن يكون أديه المهارة في كتابة لا يمكن أيضا أن نتخيل الوزير هو من يكتب هذا التقرير أو المدير السكرتير هو من يعده كمسودة ويراجع مع المسؤول بعد ذلك يقوم بالتعديل وبالتالي إذن السكرتير هو من كتب هذا الخطاب بإعاز وتوجيه من المسؤول عن هذا القرار أو صدار هذا القرار لو نظرنا إلى الخصائص الكتاب الإدارية بشكل عام الكتاب الإدارية تتطلب توفر الخصائص اللازمة لها ومنها أولا الوضوح لا بد لأي كتاب إداري أن تكون واضحة لا تقبل التأويل يقرأه الشخص وتكون واضحة بمعنى أن تكون الجمل المكتوبة تعني نفس المعنى المقصود بحيث لا تفسر بمعاني أخرى دون زيادة أو نقصان إذن لا تكون المعلومة تفسر بأكثر من طريقة أو المعلومة ناقصة قد أيضا تأخذ بشكل آخر فوضوح الكتابة يتطلب فهم الموضوع إذن لا يمكن أن نكتب رسالة واضحة ونحن لا نفهم ما هو الموضوع إذن السكرتير لا يمكن أن يكتب كتابة رسالة أو المسؤول وهو لا يعرف ما هو الموضوع وليس مستوعب الموضوع وجوانبه وأيضا كيف يستخدم الكلمات كيف يستخدم العبارات الجمل المفهومة المألوفة بعيدا بالتأكيد عن الجمل الصعبة حينما تصدر القرار لا بد أن يكون موجه لموظفين وبالتالي لا بد أن تراعي مدى فهمهم لهذا الخطاب وأيضا حينما يوجه لشكل عام للمجتمع لا بد أن نراعي العبارات البسيطة ونبتعد أيضا عن العبارات الركيكة أو العبارات العامية واستعمال الجمل القصيرة المفهومة التي توضح الرسالة وخير الكلام كما ذكر ما قل ودل ثانيا الإختصار يجب أن تكون الرسالة المكتوبة محققة لهدف الاتصال إذن إختصار ولكن يحقق الهدف كيف؟ بأقل عدد من الكلمات إذن لا يمكن أن نكتب قصة أو نكتب عدة أسطر كثيرة وهدفنا هو شيء واحد بإمكاننا مثلا كما ذكرنا فيما يتعلق في الدوام الشتوي إذن لا يمكن أن نكتب كلام كثير وفي النهاية الهدف هو إيصال أن دوام الشتوي للطلاب أو للمدارس يبدأ في الساعة الفنانية نختصر ونحاول أن نوصل الرسالة بما لا يخل بالمعنى مثلا أن نترك الأمر مثلا في وقت غير واضح أو متى يبدأ في التاريخ الدوام الشتوي أو قد يكون هالك لبس بالتالي قد تبدأ مدارس ومدارس ستأخر مدارس قد تقدم نصف ساعة مدارس قد تقدم ساعة لذلك لا بد أن يكون اختصار يكون واضح لجميع المستهدفين ويكون الجميع يفسره بطريقة واحدة أيضا الخلو من الأخطاء الرسالة التي يكثر فيها الخطأ في جوانبها الموضوعية أو الجوانب الإملائية أو اللغوية أو حتى القانونية حينما تتعارض مع التعليمات قد نصدر خطاب ولكن يتعارض مع تعليمات الوزارة أو الجهات الحكومية أو الدولة وبالتالي قد تتسبب بمشاكل أخرى وأيضا هي رسالة أن هذه المنظمة لا تهتم بخطاباتها ولا تهتم بالمتلقي إذن لا تراعي مستوى المتلقي أيضا قد هذا الخطاب قد تتسبب في مشاكل لسمعة للمنظمة أو مشاكل للمسؤولة الذي كتب هذا الخطاب أيضا لابد أن نتأكد أن جميع البيانات موجودة فمثلا حينما أكتب الخطاب وننسى كتابة التاريخ أو اليوم أو معلومة مهمة وبالتالي قد يأتينا أيضا تغذية أو فيدباك غير جيد بحكم أننا لم نكمل الموضوع والبيانات وهذا يدل على أن لا يوجد رقابة في المنظمة أو لا يوجد متابعة وإذا وقعنا في خطأ قد نضطر إلى إعادتها ومراجعتها وتصحيحها قبل إرساله وبالتالي يعكس عدم الاحترافية من الموظف أو من المسؤول لذلك مهم جدا تكون مختصرة وأيضا لا ننسى البيانات ولا تكون هناك بيانات خاطئة أو غير واضحة اللطافة في التعبير لا نستخدم العبارات غير لطيفة العبارات الصلبة أو الجافة والتي قد تتسبب أيضا بمشاكل أيضا كما ذكرنا سابقا لابد أن نراعي المستوى الوظيفي والمكان الوظيفية لمصدر أو الخطاب الموجه لمن هل هو موجه لوزير إذا نكتب معالي موجه لمدير نكتب سعادة أو المكرم إذا كان شخصية عامة وهكذا وبالتالي فلابد أن تكون جمل مثل هذه الجمل كذلك فإن جملا مثل نشكركم على نقدر لكم وهكذا بعد ذلك نأتي بالكلام الذي نود كتابته ونحوها هذه العبارات الشكر التقدير إذن تشعر المتلقي أو قارئ الخطاب الإداري بشعور إيجابي وسيكون إيجابي في تفاهم أيضا الرسالة ولكن خطابات التي ليس فيها لطافة أو فيها نوع من العدم اللطافة قد تتسبب في مشاكل لمتلقي الخطاب وأيضا لكاتب الخطاب الابتعاد عن الجمل الانتقائية وبالتأكيد ليس محل للخطابات الإدارية للانتقاد أو للطرف الآخر وبالتالي يجب أن لا تحتوي على جمل انتقادية للطرف الآخر قد تهمل ولا يرعيها القارئ أي اهتمام بحكم أنه لا تعني له مثلا هذه العبارات شيء ولكن قد تتسبب بمشاكل وعدم قبول مثلا خطاب وقراءة بالشكل الصحيح فمثلا قد اكتشفنا إهمالكم لرسالتنا المرسلة إذن هذا لا يحبت كتابته في الخطابات الإدارية يسوء أنا ردكم غير المسوغ أو غير الصحيح إذن هذه العبارات لا يفضل أن نكتوها في الخطابات الإدارية قد أخفقتم في تحقيق إذن كل هذه العبارات سلبية وعليه فلن نتعامل معكم في المرات القادمة إذن كل هذه العبارات ليس لها محل في كتابة الخطاب وتدل على عدم الاحترافية هناك طرق أفضل وأنفع في عمل الإداري وأيضا إيجابية وتوصل الهدف وتوصل الرسالة بأفضل من هذه العبارات إذن يجب أن نبتعد عن الجمل الانتقادية التي قد تسبب لغط وتسبب إهمال وقد تسبب أن القارئ لن يهتم في خطاباتك القادمة إذن لو وحظنا تماشيا مع رؤية المملكة أو رؤية السعودية 2030 فإن التحول الرقمي للحكومة السعودية يعد استراتيجية متكاملة وحاسمة وعملية تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي بكفاءة وفاعلية لتحسين إجراءات العمل إذن المملكة انتقلت نقلة هائلة فيما يتعلق في الحكومة الرقمية وكل ذلك ساهم في تحسين إجراءات العمل وتعزيز التحول الرقمي وكل هذا لمواكبة التطور ورؤية المملكة وإيجاد بيئة مثالية بلا ورق لو نظرنا إلى عدة وزارات أو جهات حكومية في المملكة تخلت عن الورق من ضمنها وزارة التعليم أصبح هناك منصة تواصل أو يتواصل الموظفين فيما بينهم مثلا مع الإدارة، مع الوزارة، كذلك أورياء الأمور، كذلك الطلاب كذلك داخل وزارة التعليم هناك منصات أعمالي ونور وغيرها من البرامج التي سهلت عملية انتقال الخطابات الإدارية والتقارير وبالتالي أصبح هناك تحول كذلك نظرنا على مستوزات الصحة، وزارة العدل، وزارات الأخرى بالتأكيد أصبح هناك نقلة في الحكومة الإلكترونية وصبحت أيضا إجراءات العمل أفضل بكثير من فيما يتعلق في العمل الإداري أو العمل الورقي تحولنا إلى إدارات بلا ورق نظيرة استخدام التحول الرقمي نأتي لمنخص درسنا هذا اليوم ذكرنا عدة نقاط في درس اليوم بالإضافة إلى النقاط السابقة ذكرنا أنواع الكتابة قرار إداري وذكرنا في الدرس السابق أن كتابة لدينا الخطاب الإداري ولدينا أيضا الكتابات الإدارية والتقارير بإذن الله في الدرس القادم سنة الأول إذن لو نظرنا إلى قرار الإداري هو رسالة كتابية تصدر من صاحب الصلاحية إذن صاحب الصلاحية يصدر القرار إداري مثلا للمسرحة العامة ويكون وفق الأنظمة والتعليمات ذكرنا القرار أو الخصائص هناك خصائص في الكتابة الإدارية الرسمية الوضوح لابد تكون واضحة، مكتصرة، خالية من الأخطاء فيها لطافة بعيدا عن المجاملات والعبارات الزائدة وأيضا بعيدا عن الجمل الانتقائية أو الانتقادية التي قد تسبب بمشاكل لكاتب أو متلقي الخب نأتي إلى التقويم وضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي كلما زاد عدد صفحات التقرير كان أفضل ما رأيك بهذه العبارة يمكن فهم الكلام في خطابات والتقارير مع غياب علامات الترقيم الكتابة الإدارية تحتاج متخصصا باللغة العربية تختلف الكتابة الرسمية عن الكتابة الشخصية أود منك التفكر في هذه العبارات هل هي صحيحة أم خاطئة لو نظرنا عبارة ألف كلما زاد عدد صفحات التقرير أو الخطابات كان أفضل ما رأيك بالتأكيد غير صحيح نحن ذكرنا خير الكلام ما قل ودى سواء في التقارير أو في الخطابات أو في القرارات يمكن فهم الكلام في الخطاب والتقرير مع غياب علامات الترقيم مثلا نقطة الفاصلة علامة الاستفهام التعجب بالتأكيد لا يمكن حيث أن قد تكتب سؤال دون علامة استفهام فبالتالي متلقي قد لا يعلم أنه سؤال أو حينما تضع نقطة قد لا يفهم أن الجملة انتهت وبالتالي إذن لابد أن تراعي علامات الترقيم لأنها داعمة في فهم الرسالة ودونها قد تفهم بأكثر من طريقة الكتابة الإدارية تحتاج متخصص باللغة العربية بالتأكيد لا نحتاج إلى متخصص نحتاج إلى أشخاص متمكنين من اللغة يعرفون ويتعاملون وليس متخصص وبالتأكيد السكرتير لابد أن يكون لديه خبرة في كتابة التقارير أو كتابة الإدارية بشكل نعم تختلف الكتابة الرسمية عن الكتابة الشخصية نعم حينما تكتب كتابة شخصية لأشخاص أو لعلاقة الشخصية تختلف حينما تكتب خطابات موجهة لجهات أو لعملة أو لمثلا مجتمع وبالتالي لابد أن تراعي خطابات أو الكتابة الرسمية حينما تكتب للجهات الرسمية نأتي لسؤال آخر اختر إجابة صحيحة من خصائص الكتابة الإدارية ما هي الخصائص التي ذكرناها في درس اليوم ألف كتابة اسم السكرتير أسفل الخطاب باء الإطالة والإسهاب في الشرح والتوضيح جيم البعد عن الانتقادات المباشرة دال كتابة الموضوع مباشرة بعد التحية نحن ذكرنا هناك خصائص هناك متطلبات نراعي هذا الأمر بالتأكيد من الخصائص أن نبتعد على الانتقادات المباشرة وتكون الخطابات لطيفة بعيدا عن الانتقادات التي ليس لها محل في الخطابات أو كتابة الإدارية إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن متابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته